افتتح سعادة سيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية معرض التوظيف والتدريب السادس الذي تنظمه جامعة العلوم التطبيقية بمقر الجامعة والذي يسعى إلى تعزيز التواصل بين طلبة الجامعة وسوق العمل من خلال عرض فرص التوظيف والتدريب لهم وظائف متنوعة وبرامج تدريبية متقدمة حكومية وخاصة اجتمعت في مكان واحد لتتيح الفرصة أمام الباحثين عن عمل وطلبة جامعة العلوم التطبيقية ليتعرفوا على كل ما هو جديد في سوق العمل لتكون الخيارات أمامهم مفتوحة فيختاروا من بينها ما يناسبهم ويرتقي لطموحاتهم الطلبة والخريجين لا بد أن تتاح لهم الفرصة للاطلاع على احتياجات سوق العمل خاصة وأن سوق العمل سوق متطور ودائما يتطلب مهارات وتخصصات حديثة ومتنوعة والجامعات اليوم تدرك أهمية الرابط بين احتياجات السوق وبين المخرجات المستمرة الحقيقة نشيد بمثل هذه المبادرات ونأكد على أن هذه مهمة جدا في عملية تخفيض معدلات البطالة في المجتمع تحقيقا لفكرة الشراكة المجتمعية نظمت جامعة العلوم التطبيقية هذا المعرض لإيمانها المطلق بأن جهودها التعليمية قادرة على تغذية سوق العمل بالكوادر المؤهلة تشرفنا اليوم برعاية سعالة وزير العمل والفعالية ونشكر الوزارة وهذا يوم طيب لكل من نشارك اليوم في هذه الفعالية ونتمنى إن شاء الله أن هذه الفعالية تتكرر في الجامعة طلبة التطبيقية وقويل تركهم لمقاعد الدراسة الجامعية باتوا على علم بكافة المهارات والتخصصات التي يحتاجها أصحاب العمل والوظائف المتاحة في سوق العمل والمهارات والتخصصات المناسبة لهم خصوصا المعرض مهم سواء للطالب المتخرج أو الغير المتخرج الطالب المتخرج يبحث عن وظيفة معينة في تخصص معين بعكس الطالب الغير المتخرج وهو يتابع عجلة وظائف أكثر من مكان سواء كانت في وزارة العمل أو شركات خاصة أو شركات عامة فالطالب الغير متخرج يحتاج أن يأخذ فكرة عامة عن هذه الأمور بشكل عام طالع فرص العمل المتوفرة حتى تخرجت إن شاء الله لكي أتوظف أن يكون لدي فكرة عامة بشكل عام لفت نظري أن أول معرضة أرى أن هناك جهات حكومية وقدمت خدمات إلى الزائرين المعرض أخذ فكرة عنهم خصوصاً وزارة العمل لأن قدمها المعرض دورات جديدة لخريجين البكالوريو وثغيرة معرض متقدم يشارك فيه 18 منشئة عاملة في القطاع الخاص إلى جانب مشاركة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجناح خاص حيث يوفر المعرض نحو 800 شاغر وظيفي للعمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى جانب عرض الوزارة لـ 558 فرصة تدريب من قبل هيئة صندوق العمل تمكين خولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين